مرحبا والله مبتسم حتى قبل ما نبتع ماشاء الله يباركي الابتسام الجميلة الله يجعلنا وإياك من السعداء يشوف الواحد إذا ابتسم يقول ما جاه في دنياه كربه ولا شدة ويضحك من خلز هو صحيح ذا لا ما يضحك للمهموم سبحان الله ليه وشلون يقول ما يبيين العزيز النفس ما يبيين ضيقته للناس حتى لو كان مهموم ويختفي خلف بسمة لا جاء الحال قد يصيح عجيب بس أنت ما شفتوين عادم يصيح لا 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 تصيح أنا أعطاه بك مرت بك كربه مثلا وتميز واصحابك ووقفوا ووقفة تخلد لهم في سجل الحسنات مو عند الناس ايه شيخ فيه الموقف كثيرة لكن فيه موقف أنا أذكر لنا احترق بيتي احترق بيتي طل عمر وما بيقى لها باب الشارع بس الدنيا كلها اندمرت الى جاري اللي فوق السرميك وعنده الطاق طاق عندما فسبح الله العظيم بانوا ربعي بانوا ربعي وغير كذا عسان تحبوا شيء وخيروا لكم عسان تأكروا شيء وشروا لكم انا ضاق صدرك اليوم تخيل واحد احترق بيتي يعني بيضحك اكيد بيضايق وانا ودي الحرماء وانا ودي البنت يعني تعرف لازم اطلعها مثل بشقة وشقة غالية يعني ما بي يعني امكنا اقل شقة تلقاه زين وثلاثمائة ريال باليوم فاحسب باليوم يالله عاد فضاق صدري فالله يجزام خير ربعي بيض الله يجبان المعدن الطيب في ذاك الوقت طرح في امرين طلعوا لي في دين عسر اتفاجأت فيه هذا نخليه مضوذاء فالبيت اللي احترق عجيب ما انت يذكر اسمائهم لكن الله يطول عمارهم بيض الله يجب معي وقفوا وصارت خيرا لي يعني انا كنت مأثن بيت يا ذكري ممكن ما يجي حوالي ستين الف اللي جان فوق ماتين خمسين الف ماشاء الله وغير اللي يتكفل قال لي ويقول والله أنا لازين البوية واللي يقول أنا علي غرفة النوم يا زين المحبة اي والله اذا جت لله خالصة الحمد لله المحبة اللي على مصلحة يتبرون من هنا هنا وفي الاخرة يتبرون صح لابد يكون عندك من القصيد اللي تشيله ابيات للخوة ذكرها شعراء وخلدوا المواقع صح هذا ابن شريع او ابن شريم اللي يقول ضمن ابياتي يقول يا صاحب يجارك الله وش هالصدة ما هو بحق انتولعني وتنساني وان كان ما انتم صافيني على الشدة وقت الرخاء واجد ربعي وخلاني يعني وقت الشدة يطرعنا الجاب معادم